اعتقد ما فيش فطار احلى من الملخية والحمام على صفرة رمضان تعالوا النهاردة نعمل مع بعض الحمام المحشي الفريق بطريقة حلوة جدا وتدبيلة طعمها حلوة جدا جدا شايفين الحمام بتاعنا لونه عامل ازاي طحفة يا جماعة بمكون واحد هيتلع معاك الحمام دهبي وجميل هو خطير بالشكل ده حتى لو الحمام اللي عندك صغير وعندك عزومة هنخليه جنبه وحجمه كبير زي ما انت شايفة كده وبخطوة واحدة ومن غير ما يفرقع منك تعالوا نشوف مع بعض هنعمله ازاي اول حاجة احنا قلنا هنحشوي الفريق النهاردة مش رز فانا عندي بقى هنا الفريق بتاعي هوزن كل واحدة هتاخد كفة واحدة بس من ايدي انا عندي اربع حمامات فانا هياخد عليهم اربع كفات من ايدي مليانين بالفريق نعطهم بمية سخنة او مية بتغل شوية وركنتهم دلوقتي على الجنب مش هغسلهم دلوقتي هسيبوا معاشر دايق كده على جنب نيجي بقى الحمام بتاعنا عندي بقى هنا الحمام غسلته كويس جدا بمية وملح ولمون ومعلقتين دقيق معلقة تحينة لكن مش بنغسل بخل خالص علشان بتثبت ريحة الزفارة في الحمام وطبعا لازم بعد ما نغسله ونصفيه ننشفه من ادي المطبخ علشان برضو ريحة الزفارة دلوقتي انا بعمل ايه انا دلوقتي بورق الحمام بتاعي بفصل الجلدة عن اللحم علشان اقدر احشي المكان ده وكبر حجم الحمامات بتاعتي ايه ما بتعمليها من ناحية البطن المفتوحة ايه ما بتعمليها من ناحية الرقبة وانا عن نفسي بحب بعملها من ناحية الرقبة بدخل صباعي زي ما انت شفت كده بالروحة خالص وبحاول اورق المنطقة دي بصوا بمنتهى الهدوء كده وبالروحة خالص ما تتسرعيش ولا تتشنيجي بقى وانت تتعمل الخطوة دي علشان طبعا ممكن بسهولة جدا تبوزي شكل الحمام بتاعتك لان جلد بتاعها رؤية فمش بيستحمل طبعا انا رجعت الجناح بتاعها الورا كتفته كده الورا عن لمة اكس وبرضو رجليها هكتفها من تحت بس بعد محشيها زي ما انتوا شايفين انا مش بوصل للاخر خالص ناحية البطن انا بورق لغاية كده قبل البطن بحاجة بسيطة وبقف على طول عشان يبقى فيه حاجز كده للرز او الفريك بتاعك عندي بقى معلقة ملح صغيرة معلقة فلفل اسود رشة من جسط طيب وخلطهم كده على بعض وهبدى بقى تابل الحمام بتاعي كويس قوي من البطن وتحت الجلد اللي انا ورقته علشان يديله طعم حلو ينفع طبعا نجيب بصل الصغيرة ونفرومها ناعم ونحط عليها الفلفل والملح وجسط طيب ونعمل الخطوة دي اهم حاجة لازم تعمل الخطوة دي لانها بتفرق جدا في طعم وريحة الحمام بتخلي لحم الحمام كده متابل وريحته حلوة جدا جدا لو مش عايزت تخدمي جسط طيب استخدمي ورق لوري وحبهان مطحون في الوقت ده كانت نقع معي الفريق زي ما انتم شايفين بالشكل ده طبعا صفيته وغسلته اكتر من مرة لغات ما بقى معي نظيف جدا جدا والمية بتاعته باقت ريئة شايفين بقى دلوقتي هاخده بقى دلوقتي على النار علشان نسويه عندي بقى الطاصة بتاعتي هنزل فيها كده بمعلاقة كبيرة من السمنة البلدي او اي نوع سمنة بس طبعا طالما بنعمل حمام محشي بالفريق يبقى سمنة بلدي على طول عندي هنا بصلة متوسطة فرمطة في الكابة ناعم هتدي لها كده لون بسيط جدا جدا مش عايزتها تلون معي ولا اي حاجة يعني يا ست يا دوب تتبل معاكي مش اكتر من كده عندي ملح وفلفل وجسط طيب وكمان ارفة حاجات بسيطة خالص من الارفة وجسط طيب مش بنكتر منهم لكن بتدي لك طعم حلو جدا لحشوة الحمام ايا كان بقى فريق او رز عندي بقى الفريق بتاعي بعد ما غسلته كويس جدا وتصفى معايا هنزل بقى كده على البصلة بتاعتي وملحوظة لو مش عايزة تعملي بصلة على الفريق برضو ما فيش مشكلة بس انا جربته بالبصل وجربته من غير بصل بصراحة كان بالبصل طعمه اجمل بكتير هضيف دلوقتي عليه فينجان واحد بس كده من النوية طبعا مش هتسويه لكن هتسويه نص تسوية يعني الفريق بتاعنا هيكون ناقص تسوية وده علشان لسه هنسويه جوه الحمام بتاعنا وهنا كنت غطيت على الفريق بتاعي عشان يستوي زي ما قلتلكم نص سوى بس علشان يكمل تسوية بتاعته شايفين بقى مفلفل ماشاء الله قد ايه وكل حاجة تمام طبعا بنهد النار بتاعتنا علشان هو ناقص مياه فممكن بسرعة يشيت معاك فبنخلي النار بتاعتنا هادي خالص كده تمام بقى معايا جاهز وكل حاجة هرفع بقى دلوقتي من على النار علشان يبرد شوية قبل ما احشي به مش هينفع طبعا احشي به وهو سخن بالشكل ده في الوقت ده هنحط حالك كده على النار فيها ميا علشان نسلق الحمام بتاعنا على ما نخلص بقى حشو يكون الميا دي غلت هنحط فيها بصلاية طمط ميا ورق لوري وحبهان وفلفل اسود حصى مش مطحون علشان ما نغيرش لون الشربة هنجيب بقى الحمام بتاعنا علشان نحشيه بس لازم يكون الفريق بتاعنا هيد شوية ما يكونش سخن كده ومولع نار وهبدأ بقى احشي زي ما انتوا شايفين كده في طبق جانبي علشان ما نظفرش كل الكمية الموجودة معانا زي ما انتوا شايفين بقى احشي من فوق كده من عند الرقبة وبحط الكمية المناسبة وبعد كده بوزحها كده بايدي وبططها بتتوزح معاك في كل الاجزاء وعلشان طبعا ما يفرعش منك الحمام وهو بتسلق ما انكترش الفريق او الرز في الحشوة لانه لسه هيستوي تاني معايا وهيكمل سوا فبيزيد حجمه وكمية بتاعته بتضعف فطبعا بيفرقع منك فبنحط كمية معقولة مش كتير قوي وفي نفس الوقت بنوزحها في طول الحمامية كلها علشان الحمامية كلها تبقى محشية شايفين بصوا اهو زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده وبوزع كده بايدي وبضغط كده بنزل كل الرز يبقى كل متوزع معايا في الحمامية كلها اهو مش باملاها للاخر وبحشيها اهو من البطن وزي ما قلتلكم مش بنقطر خالص لا تحت الجلد ولا جوه البطن علشان لسه هيزيد معاك وحجمه هيضعف فلو ملاقاش مكان يزيد فيه بيفرقع على طول منك هدخل بقى الرجلين في الفتحة الموجودة من تحت هدخل رجل واحدة بس في الفتحة والرجل التانية تحت الرجل الاولانية بحيس يبقى معايا الشكل كده علامة اكس زي ما انتوا شايفين وطبعا الجناح بتاعه انا كتفته من وراء برضو علامة اكس هورورك دلوقتي انا محبتش استخدم خالص الكبض والقوانس بتاعت الحمام في الوصفة بتاعتي ولا في الحشوة انا من الناس اللي بتعتقد ان هي بتزفر الحشوة يعني وطعم الحمام فمعدش استخدمهم خالص لو انت بقى حابة تستخدميهم هتشوحيهم من الاول قبل ما تضيفي الرز بتاعك او الفريق وبعد كده تضيفي الرز بتاعك والفريق وانا عملت واحدة تانية معاك اهو بصوا حشيت اهو من عند الرقبة زي ما انتوا شايفين اهو بالشكل ده ومش بنكتر يا جماعة خدوا بالكم اوي اوي من الخطوة دي وبسبوع اهو بالراحة بوزع كده الرز بتاعي او الفريق كده على سدر الحمامة بالطول هتبصت لقيها بقت كبيرة معاك كده وحلوة بقت جامبو وما بقتش هي خالص الصغيرة اللي كانت معاك في الاول ونكمل بقى حشو الحمامة بتاعتي من ناحية البطن وبرضو مش هنكتر تمام كده اهو برضو الكباد والاوانس بتكون مستوية نص سوى علشان برضو متاخدش معاك وقت على النار وانا كده قفلتها خلاص من تحت وقفلتها من فوق وزبطت شكلها وكل حاجة تمام وخلصت الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة دي تمام كده شايفين بقى حجم الحمام بقى عامل ازاي ماشاء الله بقى توحفة جدا يعني لو عندك عزومة وعندك حمام حجمه صغير ما تلاقيش خالص اعمل الخطغوط اللي احنا عملناها دي وهتاخدي احلى حمام شايفين بقى هنا الفريك المتنطور كده على الحمام بعد ما كنا بنحشي فطبعا ده مش عجبني وهينزل كده في الشربة وهيعكر للشربة بتاعتي فاخدته كده تحت الحنفية بالروحة خالص وشطفته زي ما انتوا شايفين ما بقاش عليه رزاية واحدة ولا فريكاية واحدة عندي بقى المية بتاعتي هنا غلت هبدأ بقى نزل الحمام فيها بالشكل ده النار عندي بتكون وسط وهنزل الحمام بتاعي كده على وشه ومش على ظهره علشان يقفل معي بسرعة وطبعا ده بيكون اكتر حاجة بتاخد سوى في الحمام زي ما انتوا شايفين اهو طبعا في الاول النار بتكون بتغلي معاكي لما بتيجي تنزل الحمام النار بتهدى شوية فلما ترجع تغلي تاني بعد نص ساعة بضيف له كده معلقة كبيرة من الملح وبسيبه كده خمس دقيق تاني او عشر دقيق تاني حسب احتياج سوى الحمام هعرف ازاي انه استوى هتمسك كده جناح بتاعه تضغطي عليه لو لقتيه استوى معاكي يبقى كده تمام لو لقتيه مش بتقطع معاكي بسهولة يبقى كده لسه محتاج خمس دقيق تاني على النار خدي بالك انا مش بعلي النار خالص ومش بغطي الحل بتاعتي علشان ما فرقعش معايا ويستوي بزيادة بخلي النار بتاعتي وسط لا هي هادية اوي ولا هي عالية اوي كده خلاص بعد ما استوى معايا بابدأ اشيله كده من الشربة ما تسيبهوش في الشربة خالص بعد ما يستوي علشان برضو ما ياخدش حرارة زيادة ويفرقع منك بمجرد ما بيستوي طلعيه على طول من الشربة وطبعا ما ينفعش يكون عندي شربة حمام وما عملش عليها ملوخية خضرة جبت بقى هنا الشربة بتاعتي وصفتها كويس اوي من البكي غرني اللي كنا حطينه في الشربة بتاعتنا وهزبط بقى الملح بتاعي وكل حاجة ضفت بقى هنا رشة سكر صغيرة وكمان معلقة صغيرة من التوم المفروم وهجيب بقى كيس ملوخية مفرزة او طازة عندك يعني اي حاجة وهنزل بيها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده بس لما انا هستخدم ملوخية مفرزة لازم تبقى الملوخية بتاعتي يفك خالص ما يكونش فيها قطع تلج علشان بتاخدش وقت معايا على النار وهي بتفك وطبعا ده يخليها تسقط معاك ومش هتكون قوامها حلو الملوخية كانت فكة معايا بس كان فيها قطع واحدة كده مسكة شوية فكتها بسرعة بسرعة كده علشان ما ياخدش وقت معايا على النار وطبعا نزلت بالملوخية بتاعتي بعد ما الشربة كان بتغلي زي ما انتوا شفتوا كده في الاول شايفين قوام الملوخية بتاعتي حلو جدا مزبوط مش محتاج شربة تاني هحضر بقا معاك وطبعا بتاعتنا عندي بقا هنا معلقتين كبار من التوم عليهم معلقة سامنة بلدي عندي كزبرة نشفة ورشة فلفل اسود ومش هكتر بقا ملح علشان الشربة بتاعتي كان فيها ملح من الاول بعد ما اخدت معايا التومة اللون الاصفر الجميل ده هنزل بسرعة كده على الملوخية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين ولكن انت تتخيلي الريحة بقا وقتها كتعاملة ازاي بجد كده خطيرة 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 شايفين بقا الملخية بتاعتنا مظبوطة ما شاء الله وكل حاجة تمام اركني بقا الملخية على جنب وتعالوا بقا عشان نحمر الحمام بتاعنا تحميرة زي الفل المكون اللي هيخلي الحمام بتاعت لونه دهبي وجميل وكله واخد لون واحد وتحفة جدا جدا هو اللبن اللبن بتاعنا حطنا عليه رشة فلفل اسود رشة ملح بسيطة وقلبناهم ونبدأ ندهن الحمام بتاعنا كويس جدا جدا من كل حتة ما تسيبش حتة في الحمام بتاعي غلا ما تدهنيها كويس قوي عايزة بقا تحطيه في صنية تحت الشواية وادخلي الفرن زي ما انت عايزة عايزة بقا تحمريه في طاسة على النار زي ما نعمل دلوقتي زي ما انت حابة برضو برحتك جيب الطاسة بتاعتك بقا او الصنية وحطي فيها حب الزيت حلوين وكتار الزيت شوية على انا كنت حطها ان انا كنت حط حب الزيت قليلين مش كتير قوي وحطي فيهم اهم حاجة معلقة سمنة بلدي بجد يا جماعة الطعم والريحة واللون ما اقول لكوش حلو جدا 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 وبعد ما سيخن معايا الزيت كويس قوي نزلت كده بالحمام زي ما انتوا شايفين على نار متوسطة متعلش النار بتاعتك ولا تهديها علشان هتخلي الحمام بتاعك فرقع وبافضل اقلب فيه طول ما انا وقفة علشان ياخد نفس الدرجة بنفس اللون من كل ناحية بصوا زي ما انتوا شايفين اهو ممكن افضل مسكية كده شوية ميل على ناحية لغاية ما ياخد الدرجة اللي انا عايزاها وبعد كده بطلعه على طول تعالوا بقى كده وريكوا شكل الحمام بتاعنا بعد ما استوى ما شاء الله تحفى وطلع كل اللونه جميل ومزبوط جدا جدا ولا فرقع ولا حصله اي حاجة خالص شايفين بقى الدرجة بتاعته رهيبة رهيبة والحمامية اللي كانت صغيرة قد كده بقت كبيرة وقاد كده بجده تبقى حلوة جدا في اي عزومة بجد طحفة جدا 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 جربوا بقى الحمام بتاعي بالتكات والخطوات والمكون السحر اللي احنا قلنا عليه النهاردة في الفيديو هيفرق معاك جدا في الطعم والقرمشة في قرمشة الجلد من برة واللون بتاعه والريحة زي ما قلنا كل سنة وانتوا طيبين